كشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الانتربانك الدولاري وذلك اليوم بواقع خمسة أضعاف مقارنة بحجم المعاملات اليومية في الأشهر السابقة وأكد المصدر أن هذا الارتفاع في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية مؤخرا وأشار إلى أن سوق الانتربانك يوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جدير بالذكر أن البنك المركزي أمس عبر عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العمولات الأجنبية بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر ترجمة نانسي قنقر